السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا رجالة او باركو ايه فيديو جديد في مجموعات اونلاين مع مستر محمد ديب النهاردة يا رجالة اول يوم في المعسكر بتاع مراجعة الترمي الاول وانا عايزين نعمل معسكر كده على بعضه ست ايام كل يوم ناخد يونت نشرح 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 عليها كتير عشان في الاخر يبقى احنا قفلنا اليونت دي ان شاء الله فان شاء الله يبقى ست ايام مفيدين يخلك في الاخر تقفل الترمي الاول كله بازن الله فنشد حنا رجالة ونشتغل صح المجموعات اونلاين هدفها الاساسي ان انت في النهاية تقفل المادة فعايزين ناس مصح صحة عايزين يا جماعة ناس مركزة معانا ان شاء الله هنبدأ نهاردة رجالة يونت وان اول درس عندنا في منهج سنوية عامة يونت وان يونت وان فيها اربع دروس جرامر احنا نبدأ نهاردة بالجزء اليوم الاول هتلاقي اليوم متقسم لك تلات فيديوهات فيديو جرامر شرح كواعد المنهج فيديو فوكاب شرح بقى الفوكاب والملحوظات اللغوية والممكن يجي عليه واخر حاجة تدريبات وحل على اليونت كلها نسمى لها كده يا جماعة اول درس عندنا هو زمن الماضي البسيط ده بداية المنهج بتاعنا الماضي البسيط في معلومات وانت بتذاكرها رايس بتذاكرها كده مش يعني مش جمل امتحنة يعني ايه هو الماضي البسيط الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل كلنا عارفين ايه فعل ليه تلات تصريفات وحاجة قال لك جو وينت جن كان تصريف تلاتة الماضي البسيط هو مين هو وينت التصريف التاني للفعل معلومة سهلة I watched the match yesterday watched البسيط من which يبقى الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل خش بقى حاجات ده يا حام خش على استخداماته كان بقى اللي بيجي في الامتحان الماضي البسيط ده ما فيه ماضي بسيط وفيه بسيط كنتينوس ماضي مستمر وفيه بسيط ماضي تام وفيه ماضي تام مستمر كل حاجة لا استخدام ده ليه حاجة ده الماضي البسيط لو جبتلك حدث وقع وانتهى في الماضي حاجة خلصت والله ميسر انا اتفرجتع الماتش مبارح خلاص ما انتتفرجتع الماتش مبارح اا السينا زر تعمل يسبوع اللي فات ما انتزورتو خلاص فالحاجة ليه خدث بحدث وقعو انتهى بس كده وزاكرنا فرنش ايتم اي ده يبقى حدث واقعو انتهى اي حاجة اشتروا عربية جيدة الشهر اللي فات زي بوت اشتروا الماضي من باي بوت يبقى حدث وقعو انتهى طيب الماضي البسيط بيعبر عن احداث مطلحقة في قصة يعني انا يا رجال لما اجحكي قصة الواحد اقول له والله انا عملت كذا وبعد كده اعملت كذا وبعد كده عملت فلما اجحكي موضوع فيه احداث وراء بعض اجقول لك علي علي وجهة شنطة الماضي من يجد ماشي او زين بعد كده راح لقسم الشرطة يبقى لما اجحكيت لك علي وجهة شنطة وروح لقسم الشرطة استخدمت مين البسيط ماضي بسيط ده يجي في الامتحان الجمل دي تيجي في الامتحان تيجي ازاي يقول لك في الامتحان زي كيم ركز بقى لك كم دي هم جمعة ميلادي هل في كلمة دلة انت شايف في وشك اي كلمة دلة لا مستر مش شايف بس انت قلت لنا مستر ان هنا هم زي كيم ده ماضي هم جم الحفلة ودوني هدايا يبقى جيف جيف الماضي من جيف يبقى زي جيف مي ودوني هدايا يبقى لأحداث المتلاحقة الولد ده جي عندي البيت عندي الحفلة ودوني هدايا يبقى جيب كلمة جيف الشغل كله بقى والتركيز كله في الدرس ده وليجي في امتحان في الدرس ده نمبر ثري ان الباست سيمبل بيعبر عن عادة في الماضي لما يجي يا رجالة احكي الواحد عادة او حاجة حدي كان بيعملها كتير في الماضي بص المثال ده انا لما كنت صغير ده زمان بقى لما كنت صغير اعيوش ولي انا كنت عادة وقد بمشي للمدرسة كل يوم انا هزاك تبصي للجملة دي يا رئيس وتمزك كده ده واحد بيقول لك زمان لما كان صغير ده بيقول لك عادة في الماضي لما كان صغير كان بيفضل يمشي للمدرسة كان عادة بيمشي ايه ده ده عادة دي يعني عادة بس في الماضي دي تيجي في المتحان بقى استخدام الباست سيمبل للتعبير عن عادة دي تيجي في المتحان يجي بالك ازاي في المتحان يقول لك مثلا ايه علي علي ده علي كان دائما يا رئيس كان دائما بييجي متأخر لما كان صغير انا باقي اجيبني هنا الطالب الشاطر الطالب المصحصح ده احنا ميستر طول عمرنا ناخد ان كلمة دائما دي هي وكلمة حاجات دي بتاعة المضارع البسيط ده انا حافظها كده علي اهي حتى هو جايبها اهي حتى هو جايبها قالك لا يا رئيس هو علي كان متعود ييجي متأخر انت لما كان صغير يعني دي يا ابني عادة بس عادة في الماضي ده هو كان متعود ييجي متأخر لما كان صغير يبقى علي كيم اختار ماضي بسيط عادة في الماضي يبقى المعلومة دي وانا بذاكر يا رئيس هكتب هنا هام جدا ان انا لو جالي في امتحان عادة في الماضي حد كان بيعمل حاجة على طول كان عادة بيعملها اختار كلمة كيم عادة في الماضي يبقى انا عايزك تسجلي اول معلومة مهمة اني يجوالي عادة دائما احيانا كل يوم كمت قلط يعني كثيرا الكلمات اللي هي في الاول دي مشهورة ان هي كلمات ده اللي على مين عازك مركز على المضارع البسيط احط تصريف اول احط اس المضارع بس نفس الكلمات دي لو جات مع جملة في الماضي حطي لي حاجة دليل على الماضي اختار ماضي بسيط يبقى لامي يقول لي في امتحان وين وي وير اهي دي ماضي لما كنا في اسكندرية وين وي وير ان لما كنا في اسكندرية عايز بيس انزا سي افري دي كنت بعم في البحر كل يوم انا لما كنت على فكرة الجملة دي مشكلة ده الجملة دي عملانا ازمة ده الطلب اقول لك اه ادي وين ودي بسيط ماضي بسيط اختار ماضي مستمر قالك غلط ليه مستمر قالك يا ابني ما انا كنت بعم كل يوم عادة في الماضي انا وانا صغير لما كنا في اسكندرية كنت انا اسوام التصريف التاني من اسوام 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 يبقى انا اختار اسوام يبقى اهم استخدام يا رجالة اهم استخدام للباست سيمبل للماضي البسيط هو التعبير عن عادة في الماضي لما لقيت كلمات الدلة عندي كلمات دلة بتاعت يا ابني يوجوالي وحاجة بتدل على الماضي اخترنا مين انت انت اخترنا بس تسمبل ماضي بسيط طب يلا يا رئيس بقى مراجعة معسكر مراجعة الترمي الاول وصح صح كده يوس دي تو يعني يوس دي تو اعتاد ان معناها بالعربي اعتاد ان اهي مش معتاد لا دي اعتاد ان عادة في الماضي اعتاد ان ويجي بعدها الانفناتف المصدر يجيب لي عادة في الماضي يوس دي تو اعتاد ان الواحد ده كان متعود ويجي بعدها المصدر ويجي بعدها المصدر تيجي ازاي في انت حال قال لك والله هي ممكن تيجي بطريقة سهلة اللي مصد كلها تعرفها والدنيا تمام وممكن تيجي بطريقة صعبة الطريقة السهلة انه يقول لك ايه ايمن يوس دي تو اس بيستنس وين هي وز يونج ده ايمن كان متعود يلعب تنس ومصار تتولي يا مسلم ها يعني محتاجة تفكير ما انت كاتفه يوس دي تو المصدر يبقى ايمن يوس دي تو بلاي مصدر يوس دي تو بي يوس دي تو كم يوس دي تو انفناتف مصدر حبي لعبك بقى تراجل في السنوية عامة رايس مش عايزه غير تراجل في السنوية عامة ممكن يلعبك ازاي ممكن يجي هو يقول لك ايه يوس دي تو يوس دي تو يالله يا رب يا كان متعود يلعب في الشارع بط ناو بس دلوقتي قال لك لا با دلوقتي ايه الولد ده كان زمان يوس دي تو اعتادة ان كان معتاد بلاي يلعب في الشارع ناو دلوقتي خلاص هو دلوقتي بطل كان الاول بيلعب دلوقتي هو ايه بقى في طالب أحول يقول لك اختار دي دنت قوله انت أحول ايه ده مسترح ولا ليه لان انت يا ابني بيقول لك ناو هو كان زمان متعود دلوقتي يا ابني ناو دي عايزة مضارع. ناو هي تختار حاجة بتنين لما دونت لما دازن. وانا عارف ان الهي والشي والآت اختار دازنت اهي. يبقى علي كان يوز تو بلاي انزا ستريت. كان متعود يلعب في الشارع. طب دلوقتي لا دلوقتي هي دازن ما بقاش. اه افل ما جابش علي. افل جاب وي نحن. وقال لك وي يوز دي تو. احنا كنا متعودين بلاي انزا ستريت. شافوا دي? كنا اختارنا دونت. يبقى الشاطر هيكت ما عنده. يلا يا ابني اركز وصح صح كده. ان المفرط الهي والشي والآت بياخده دازنت. والآي والوي واليو والزي ياخده دونت. يبقى هي هو كان متعود يلعب في الشارع. دلوقتي هي تقول لي هي دازنت اختار دازن. الا جملة واحدة. هي الوحيدة اللي مختلفة. يبقى لازم تيجي زي الشاطر كده. تكتب جنبها هام. عشان هي مختلفة. ايه اللي هام بقى? هي يوز تو بي. اه. ده هنا في فيربي تو بي يكون. لو جاب لي فعل الجملة يكون. الولد ده كان متعود يكون. كان زمان يكون. دلوقتي. دلوقتي اختار دازنت. ما بقى الشاطر. قال لك يا رئيس اشمعنا الجملة دي مختلفة عشان فيها فيربي تو بي. وده ما يوز دي تو بي يبقى انا هنفي فيربي تو بي. يبقى الولد ده كان زمان. يوز تو بي كليفر دلوقتي هي ازنت اختار ازنت. خلي بالك حنا كل الافعال في الانجلش بنختار دونت و دازنت. ناو دلوقتي مضارع دونت و دازنت مع الهي والشي والات اختار دازنت. مع الاي والوي واليو والزي اختار دونت. الا اللي فيها فيربي تو بي. انفي فيربي تو بي. اللي هو ايام نوت. ازنت ارنت حسب. يعني مسلا بدل هي قال لك زي هم. زي يوز دي تو بي. كانوا متعودين يكونوا. شو في يكون. طب ناو دلوقتي. اقول له خلاص ناو زي. اقول له زي ارنت. عشان هنفي فيربي تو بي مع زي ارنت. طب هي ازنت. يبقى يوز دي تو يعني ايه اعتاد ان بتعبر و دي الطريقة التانية في التعبير عن العادة في الماضي. ساعة لعبك بقى. يا ساعة انت شاف الدنيا سهلة. وطالب سنوية عامة. ما هو ابني بص خلي بالك لما اجعمل لك مؤسكر. ما انا قدامي حاجة من الاتنين. اكاروت. اجيب لك اه نقط كده كشور الدرس. هتلا الله الدنيا نزيزة قوي. ده المسطر ده جميل جدا. بس هتخش الانتحان تعطي ده علي. انما يا عام انا بقول لك هجيب لك كل الافكار وهجيب لك كل التركات. بس اه يعني سنة سنة وهعد لك بالراحة. لقد ما تفهم. انت دوقتي فهمت ان الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل. ملهاش مشكلة. اه فهمت ان من ضمن استخداماته بيعبر عن عادة في الماضي. انا عادة في الماضي اجيب اجيب ماضي. وينفع عبر عن العادة باستخدام كلمة اسمها اعتادة ان وبيجي بعدها المصدر. but now دلوقتي بحط don't او doesn't الا اللي فيها verb to be بنفي verb to be. يجيب لك جميل يقول لك my sister is based up late last Friday. اختي صحة متأخرة الجمعة اللي فاتت. يقول لك اختي get ولا used to get ولا good ولا gets. انا سمعت طالب الشاطب للميستر. هي اختي صحة متأخرة الجمعة اللي فاتت. يا دي عادة. مش عادة يا ميستر ده موقف في الماضي اخت صحة متأخرة الجمعة اللي فاتت. دي مش ما ينفعش هنا use the two. ما ينفعش كلمة اعتادة ان ده ماضي الجمعة اللي فاتت هي good صحيح. فلنقول لك والدي آآ زار الياباني ستنا اللي فاتت. دي مش عادة. هو visited ماضي بسيط. فما ينفعش هنا use the two. طيب. هو كان بيصحى بدري وكان بيتمشى لما كان صغير. اه دي عادة بقى. الولد ده كان بيصحى بدري وكان بيتمشى لما كان صغير دي عادة. ايه مش اتخذنا ان use the two get. use the two اعتادة ان بتعبر عن العادة. اه مش اخذنا. تم فيه جتين صح. قال لك رئيس لما تلاقي جتين صح. الاتنين بيعبروا عن العادة. كمل الجملة. اند هو كان متعود اند واه. بص ده. مصدر. ويمشي. هو كان متعود. يصحى بدري ويتمشى كل يوم. انا عندي ابني في الانجلش. اند دي عمنا زي عطف. واه. يعني لازم اللي هنا يبقى زي اللي هنا. مش ده مصدر? يبقى انت عصب لعنك في امتحاد. لازم تختار. use the two get. مصدر. اند مصدر. اللعبة كلها في اند. هو كان متعود يصحى ويتمشى. متعود يصحى ويتمشى. عارف لو كان جاب لي نفس الجملة دي. وكان قال لي. يعني كان بيصحى بدري وبيتمشى. كان لازم يقول هنا. بيصحى بدري اند اوض. يبقى خلي بالك متريكات رايس انا معاك سنة سنة. عشان لو بينا يكريمك تقفل بدا. طيب. عد معي. نمبر ثري. was in the habit of. كان معتادة على. وزوير. مع المفرد. وز. مع الجامع وين. مصدر يعني. was in the habit of. كان معتادة على. بتسوي كلمة اسمها. was a custom the two. كان معتادة على. يبقى وزوير. ان ذهبت اوف. وزوير ان ذهبت اوف. كان معتادة على. بتسوي كلمة اسمها. اكاستم دي تو. كان معتادة على. والاتنين دول بياخدوا بعدهم الجيراند اينجي. يبقى دي يا ابني رقم تلاتة في التعبير عن العادة. زي ما خدت الماضي البسيط بيعبر عن العادة. use the two بتعبر عن العادة. لو جاء اللي في امتحان ولد كان بيشرب سجاير. he was in the habit of. كان معتادة على. مستار. اينجي. was in the habit of. اسموكينج. بتسوي. اه. was a custom دي تو. معتادة على. اسموكينج. اينجي. يبقى use the two مصدر. was in the habit of. واعتنميني. اينجي. طيب. ناس الشاطر احنا بنراجع. نولونجر. اكتب لي جنبها رقم اربعة. لم يعد. نولونجر. لم يعد. بطل. اسمها كده. نولونجر. معناها بطل. ودي بقى من الحاجات اللي بيجي بعدها بريزن سيمبل مدارع بسيط. بريزن سيمبل مدارع بسيط. تصريف اول. اس المدارعة. ورغم كده بتعبر عن عادة في الماضي. الودة خلاص ما بقاش يدخن. معنى ان هو خلاص ما بقاش يدخن. ان هو كان بيدخن. يبقى هو يابني بالمعنى كده. هو خلاص بطل. هو نولونجر. بس انا هاختري في المتحيان. انا همين يختري. بس كده. هي نولونجر. هو لم يعد. بس حتى جدي. سموكس. شايف الاس دي مدارع بسيط. بس معنى ان هو نولونجر. اسموكس. لم يعد يدخن. هو كان يدخن وبطل. كان خلاص ما بقاش يدخن. خلاص ما بقاش يدخن. هي نولونجر. معناها ان هو كان متعود يدخن وبطل. يبقى نولونجر. اسموكس. حطينا اس المدارعة. عشان معناها يبني هو خلاص بطل. لم يعد. هنختار مدارع بسيط. ومش عايز حاول. مش كل مرة في المدارع البسيط تختار اس. هنبن نختار الاس مع الهي والشي والات. انما لو زي هما زي نولونجر هما لم يعدوا خلاص ما بقاش. اختار برضو مدارع بسيط اللي هو سموك بس من غير اس. انما سموكس لما يكون مع الهي والشي والات. يبقى نولونجر لو جات لي في امتحان اختار سموكس. في حاجة رجالة اسمها يا ابني هي دازنت سموك. هو خلاص ما بقاش يدخن. ده خباب دي ده. ده هو جبالك منفية. ده بيقول لك هي دازن اسموك ما بقاش يدخن. تختار انت هنا حاجة اسمها اني لونجر. حاجة اسمها اني لونجر. او حاجة اسمها اني مور. هي دازنت سموك ما بقاش يدخن. ها ركز في الوقت. هم حاجة الوقت بالنسبة لي وصح صح. هي دازنت سموك ما بقاش يدخن ايه? اني لونجر او اني مور. عد ده رايز تاني. عد. كل ده عادة في الماضي. الشغل كله عادة في الماضي. نمبر يا عم فايف. في العادة في الماضي. تحرف ان في حاجة اسمها وزوير يوز دي تو. كان معتاد على. خلي بالك ده يوز دي تو كده طلع بدورين يا رايز. ده كده يوز دي تو طلع بدورين. في اه يوز دي تو لوحدها. اعتاد ان بيجي بعدها المصدر. يوز دي تو اعتاد ان بيجي بعدها المصدر. وفي كلمة اسمها. وزوير يوز دي تو. وزوير ماضي كان معتاد على. وفينا الشاطرة اكتب يا ابن الشاطر. شاف وزوير دي ينفع يجي مكانها كلمة اسمها في الماضي ينفع مكانها كلمة اسمها في الماضي ينفع كلمة اسمها في الماضي يبقى اعتاد أن ينفع يبني كلمة اسمها أو كل ده بس في حاجة بقى يبقى عايز الشاطر يسجل كلام ده يوز دي تو الوحدة يوز دي تو الوحدة والمصدر يوز دي تو والمصدر اعتاد أن دي جاي بعدها المصدر عادة في الماضي وينفع جيب وزوير يوز دي تو كان معتاد على وزوير يوز دي تو بس اجيب بعدها وينفع مكان وزوير جوت أو بيكيم أو جرو يبقى الوحدة اقول انا اي وز يوز دي تو ايتنج اي وز يوز دي تو ايتنج يبقى عايزك تركش دي جماعة عشان كم ده احنا خدنا خمس طرق للتعبير عن عادة في الماضي وعمل عدو وزيد والفيديو معك كرر ويرجع عشان في الاخر تقفل المادة عادة في الماضي الماضي البسيط لوحده يوز دي تو لوحدها والمصدر ووز انزهابت اوف او ووزا كاستام دي تو اي ني جي نو لونجر مدارع بسيط ووزا وير يوز دي تو او بيكيم او جوت اي ني جي ماشي يا رجالة وهناخد في يوني التن ده لسه في يوني التن هناخد في الترمي التاني حاجة كمان اسمها وود بلاس الانفينياتيب بس زي ما وجودة في يوني التن ان شاء الله بالتفصيل نعبر عن العادة بوود والمصدر طب مش صارحة انت قلتلك خمس اساليب التعبير عن العادة في الماضي طب انا عايز عبر عن العادة دلوقتي قالك اه دلوقتي بقى بنجيب حاجة اسمها ام و از و ار يوز دي تو معتاد على هي اسمها كدوس معتاد على دلوقتي وللناس الشطرة مكان ام و از و ار ينفع جت او جت س مع الهي و الشي و الهي ده دلوقتي وبرده بتاخد ايني جي هو شغال طيار دلوقتي متعود على الطيران ايني جي راجل ده شغال بايلوت هو دلوقتي is used to معتاد على الطيران is used to تبا انا عايزة اسمع منك بقى لو انت بتفرج على الفيديو وصاحب مكان is used to ها اللي ممكن يجي مكانها برضو عادة في المضارعة لو انت قلتها تبقى انت نجي انت قلت مكان is used to تبا انا ممكن اطلع شاطر كده واقول لك حاجة جامدة جدا مكان is used to قلت لك حاجة اسمها gets used to اقول لك الله عليك نجم الله عليك نجم gets مكان is اقول لك انت ماب يبا ده الفرق بين عادة يقول لك والله اصل بنت مونة بتصحى بدري it's his or here habit ده عادتها دلوقتي دلوقتي عادتها دلوقتي اللي هي is used to getting img عادتها دلوقتي في المضارع انت عادتها في المضارع am or are used to او get او gets مع used to دي اسمها عادة في المضارع لازم اخلي بالي اكمل الجملة للاخر انا طالب سنوية عامة مستر هل عادتها دلوقتي هي متعودة دلوقتي is used to is based letters اه ايه مشكلة الجملة دي يا بدي مشكلة الجملة دي يا سنوية عامة ان احنا يا رجالة في طلبة بتمشي بالشبه للأسف هو ما عندوش الكدرة يترجم هو بيلاقي قولك مستر ه are used to تسألني used to مصدر am or is are used to ing اختار ing قل لك استنى بس عايش استنى بس عايش هو هنا بدي بمين pins هنا يا ابني ده بدء بالمفعول دي ملهاش اي علاقة بالدرس بتاعنا ولا ليه علاقة بكلمة اعتادة ان ولا معتادة على ده بدء جيب لك مبني المجهول جيب لك قولك الليقلام بتستخدم لي اه الليقلام تستخدم لي are used to و are used to بيجي بعدها الانفيناتف المصدر الليقلام are used to اختار right اه وفي زيها pins الليقلام are used to تستخدم لأجل used to تستخدم لأجل حاجة اسمها writing ing تستخدم لأجل بتاخد writing ing يبقى الشاطر هيخلي باله هنا يا ابني حتة دي بعيدة عن الدرس بتاعنا بعيدة عن عادة في الماضي used to ولا معتادة على دلوقتي لما بيبدأ بالobject المفعول اهو جاب لك مفعول وجاب لك verb to be جاب لك verb to be دا المفعول اهو دا المفعول الobject دا المفعول وجاب verb to be use the two معنها يستخدم لأجل ing حتى هو لما يجي يختبر طالب زكي يقول له تعالى الجملتين دول اهو بص بقى يقول لك علي ايه دا علي عقلي is used to علي معتادة على درس بتاعنا is used معتادة على دلوقتي عادة في المضارع is based a lot of things علي متعود على شراء الكثير من الاشياء دا معتادة على دا الدرس التعامل طب مالي الفلوس غير حق is used to تستخدم لي تستخدم لي شراء الكثير من الاشياء يبقى اللي قاعد بصحصح يابني عندنا هنا هيختار ايه في الاولى علي is used to علي معتادة على ing يبقى علي دا معتادة على buying اهي buying شراء علم تعود على buying شراء الكثير من الاشياء طب money الفلوس is used to المال يستخدم لي buy لان هنا معناها تستخدم لي الفلوس تستخدم طب لو كان قال لي money is used for كنا قلنا buy في انتحان السنة اللي فاتت جي زي الشاطر جاب لهم الجملة دي قال لهم is based cars are cheap now العربيات المستعملة بتكون رخيصة دلوقتي وانا جيب لك جملة كده اختبرك بيها بقول لك is based cars is cheap now الفرق بين الاتنين الرئيس رخيصة دلوقتي ففي الانجلش كلمة مستعملة اسمها used العربيات المستعملة الحاجة used دي الحاجة المستعملة ملأ العربيات رخيصة دلوقتي انما هنا لو كان جابها is يبقى هو هنا مش بيتكلم على العربيات ده هو بيتكلم على استخدام السيارات بيكون قسم بيكلم على الاستخدام والاستخدام اسمه using cars استخدام العربيات is it should نعم كان ده ممكن يجيبولك في الترجمة يلا الترجمة اختياري يجيبولك في الجرامر تاني يضحك عليه يقولك ان كراءة الكسير من الكتب ان كراءة الكسير من الكتب شيء مفيد وقولك reading reading a lot of books reading a lot of books كراءة الكسير من الكتب reading a lot of books is based useful انا عايز واحدة شكرا يقول لي بقى حط is ولا are reading a lot of books كراءة الكسير من الكتب is ولا are اللي احوال يقولك مستعر ما هي بوكس هي اس هي وبتاع جميل حط are يا بني همش بيكلم عن الكتب هو بيكلم ان كراءة الكتب تكون شيء مفيد ما لها الكراءة يبقى از يوسف ول تكون شيء مفيد يبقى reading a lot of books كراءة الكسير من الكتب هو بيكلم عن الكراءة على استخدام السيارات از يكون طيب احنا كده خلصنا رئيس البلاء البلاء الكبيرة كل اللي جاي في اللازيز يلا يا ابني نين في الماضي البسيط مستعر ده لابع اعتدائي didn't والمصدر he played didn't he studied didn't study he went didn't جو يبقى لما كان في didn't يقول لك هو مكانش في المدرسة مبارح مستر didn't يبقى انت عبيطة الرئيس وفين المصدر فين الفائل بتاع الجملة هو مكانش يكون ديلي هي wasn't عشان فيش مصدر لو في مصدر اقول didn't جو didn't play انما هو مكانش في المدرسة he wasn't السؤال did plus الانفين انا جبت سؤال في الماضي وجبت فاعل يبقى مصدر مش فيه did يا ابني بحيث مصدر where did yousbisa علي yesterday الطالب اللحوة yesterday 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 ماضي so واخر بيتك يا شيء الاخر بيتك هتشيليني يا ابني يا ابني انت هتشيليني يا ابني ركز انت سنويا يا عم يا ابني وبروحك ده وفي حكس ما عشان يستر دي اختر سو لأ رئيس انت في did يا ابني where did you see عايز يخدعك ما يجيبش مصدر yesterday هل انت كنت عياني برحة yesterday ah mister did you did you did you did you did you هل انت كنت was aware where you ال هل انت كنت عياني طيب اشهر كلمات دل عالماضي البسيط احنا بنراجع رايس موازكا المراجعة yesterday امس اجو فيجي اخر جملة منذ last week last month once ذات مرة once upon a time مرة من ذات المرارير ما فينا سؤلت مرارير ما الله خرب بيتك اشي اسميها ابني مرة من ذات المرات once upon a time in the past in the ancient times in وتاريخ ماضي when I was young حاجات بقى الجديدة حاجات سنوة يا عم just now جمدة جمدة just now دي في طالب لغاية دلوقتي ما يعرفش ان دي كلمة دلة عالماضي البسيط just now دي يا جماعة عم تقول اخر الجملة مش مضارع دي ماضي بسيط those days تلك الايام those days تلك الايام ماضي بسيط عارف انا قلت these days هذه الايام دلوقتي these days لدي مضارع انما those days تلك الايام the other day كل دا yesterday once in the past كل دا بياخد ماضي بسيط طيب الباسف الماضي البسيط بتحول الباسف بوزوير وزوير وتصريف ثالث دا كده الماضي البسيط وزوير وتصريف ثالث our school مدرستنا is based رير زاجو مدرستنا اتبنت بص انت قلت مدرستنا اتبنت هي بنت نفسها هي اتبنت في الماضي يبقى وز بلت مدرسة مفرد مدرستنا وز بلت the house is based last week المنزل الدهم الاسبوع اللي فات شف انت قلت last week يبقى وز بنت عارفوا لما بيسها ميدروش سهلة احسين انت هاي الماضي البسيط المنزل الدهن مبارح وز بنت العربية تغسل وز وجد يلعبك في المفرد والجمع يقول لك ايه one of our school windows واحد من شبابيك المدرسة is based yesterday واحد من شبابيك المدرسة اتقصر مبارح فبرضو انا مشكلتي في البمشي بالشبه هو يلاقي كلمة يبص هو يتحك عليك ويندوز هاي مختار ويري ويري واحد من شبابيك المدرسة يبقى ووز بروكن اتقصر ووز بروكن اخر معلومة عالبس سيمبل يبني حاجة اسمها الماضي الغير حقيقي مستر انت جاي تهزر يعني ماضي غير حقيقي قال لك والله يا عم انت لو جيت قلتلي انا لعبت كرة مبارح ماشي ما ده ماضي ياستر دي فده ماضي هم بقى عندهم خمس اساليب بنستخدم معهم ماضي حاجة ما حصلتش تمني افتراض حاجة اسمها ايوش انا اتمنى اف قولي لو فقط كما لو دي جات في المحال السنة اللي فاتت ايو درازر انا افضل ايو درازر الخمسة دول يا ابني افتراضي انا دلوقتي راجل فقير دلوقتي ياه ياريتني كنت غني ياريت كنت ايه دا انا بفترد في الماضي انا دلوقتي ما عنديش عربية اه كان نفسي يكون عندي ياريتني كان عندي عربية فالخمسة دول مشهورين بايه بيعملوا وراهم ماضي غير حقيقي ماضي افتراضي فانت لو دخلت الامتحان وليت الخمسة دول يا ابني جيب لك معاهم اي كلمة دلة عالمضارع اي كلمة دلة الان اه مثلا today اليوم اي حاجة دلة عالمضارع تختار معاهم ماضي بسيط افتراضي طب جيب لك كلمة دلة عالماضي يعني جيب لك yesterday جيب لك جيب لك ago تختار معاهم ماضي تام تختار ماضي فانت ايوش يا ريت والدتي ما كانتش عيان يعني عيانة النهاردة ايوش ماي مام وزنت فالجملة زي اللي جات في امتحان السنة اللي في هيقول لك it's time يا ده حان الوقت هي ازبيزابل ناو حان الوقت ياريتو كان دفع الفاتورة دلوقتي شاف ناو دي ايه مضارع بص اختار مين بيد اختار ماضي كده طب هو ده الوقت اللي هو كان مثلا دفع الفاتورة يستر دي مبارح كنت اخترت هاتبيز ماشي يا شباب فهو الماضي الغير حقيقي ماضي فتراضي لو جات لي كلمة دل على المضارع انا بختار ماضي بصي لو كلمة زي يستر دي زي اجو حاجة دل على الماضي بختار ماضي تان ايه التركات اللي فيه دي it's time فور علي احنا فوق ايه تس تايم هي واشتغلنا ماضي غير حقيقي it's time هي قلنا بيت لا it's time فور علي اختار طول مصدر it's time فور علي اختار طول مصدر يعني it's time فور علي to go عشان فيه كلمة فور فدي تركاية شوية انما لو كان جاب it's time بس كنا اشتغلنا ماضي غير حقيقي طيب هل فيه تركات تاني هو بس مشهور ان انت لو قلتلك مثلا ايه وش انا تمنى ان she is best طولار ياريتها كانت اطول شوية عشان تلعب بسكتبول ينفع في الماضي الافتراضي ينفع في الماضي الافتراضي او if قولي او يعني i which and she where ينفع the she and i yاخد وير في الماضي الافتراضي عادي زي if i where you فلو جالك في الاختيارات ما تساربش هو مفوض the she و it مع الماضي الافتراضي ياخد وير عادي مفيش مشكل طبعا hydroser موجودة عندنا في درسين hydroser جي بعدها فاعل علي احمد مونة يبقى ده الماضي الافتراضي اشوف ايه اللي جاي بعدها جاي بعدها كلمة دلة عالمضارع اختار ماضي كلمة دلة عالماضي اختار ماضي تاب انما هناخدها بعد كده في unit مصدر لو ما فيش فاعل يبقى مصدر زان مصدر يعني يبقى الحتة دي تاني عشان مش عايز حد يبقى ادنايم بسم الله دلوقع تريس لو جاب لك تاني اهو تاني الافتراضي يابني الماضي الافتراضي اسمه رجالة الماضي الافتراضي خمس اساليب بنحفظهم اي ويش و اي ف قولي و اتس تايم و ايد رازر دي كلها اسمها ماضي افتراضي المطلوب مني في الامتحان لقيت كلمة دلة عالمضارع اي حاجة مضارع اختار انا ماضي بسيط جاب لكلمة دلة عالماضي اختار ماضي تام اختار هاد وتصف تريكاتو لو جاب اتس تايم فور علي حان الوقت العالي اختار تريكاتو ممكن مع الهو الشيولت اختار وير عشان هي افتراضية تريكاتو ايد رازر في فاعل يبقى هي معانا ماضي غير حقيقي مفيش فاعل مصدر زان مصدر يبقى انا ريس مستبتلكش حاجة فيش حرف ممكن يجي في السنوية عامة الغير حمد لله احنا قلتلك الحمد لله قلتلك و ده مقولهاش بس لو جت في امتحان يبقى انا حرام علي فلازم اقول لك كل حاجة انت خلاص الفيديو ده اتفرج حل المعاصر حل جيم حل سينيور حل اي كتابة تحله لان انا جت لها كل الافكار اللي موجودة في الدرس الدرس التاني يابني اللي موجودة عندي اسمه زمن الماضي المستمر ده الماضي المستمر اسهل بكتير وانا الوز او وير ذيرب اين جي الاي والهي والشي والإت كل المفرد بياخد وز انما الوي واليو والزي كل الجمع بياخد وير بس كده he was reading a book at seven o'clock يستر ده كان بيرا كتاب الساعة سبعة الماضي المستمر من اسمه كده حدث كان مستمر في الماضي والله انا كنت نايم مبارح الساعة خمسة كنت نايم الجملة هتيجي ازاي في امتحان مونة مالها مونة مونة كان بتلعب تنس طول اليوم مبارح خلي بالك طول اليوم أنا عايز ناس شطرة أنا عايز ناس مركزة هو انت لو كنت جبتلي دي من غير يستر دي لو كنت جبتلي نفس الجملة من غير كلمة old دي كنت اخترت playing ده طول اليوم مبارح at five o'clock yesterday الساعة خمسة مبارح this time yesterday نفس هذا الوقت مبارح كل الكلام ده يا ابني بيدل على الاستمرارية يبقى اختار was playing اختار ماضي مستمر الباست كنتين واس بعبر عن حدث كان مستمر عندما قاطعه حدث اخر وانا مبارح عمالها زاكر في نص كده والدي جه وانا قاعد بفرج على التلفزيون رح النور قطع يقول لك while ماضي مستمر وانا بتفرج ايه اللي حصل حدث كان مستمر عندما قاطعه حدث اخر طيب اهم حاجة في الدرس ده قاعدة مشهورة جدا اسمها قاعدة while بينما بالراجع بتساوي مين بتساوي قاعدة as بتساوي مين just as وممكن تساوي وين لو جبت عالفو الاعدادي هيقول لك ان while مشهورة while لما بيجي بعدها subject فاعل علي احمد past continuous ماضي مستمر while جاي بعدها ماضي مستمر ودي في كما انحة التانية past simple ماضي بسيط اهي while past continuous ماضي مستمر وانحة التانية ماضي بسيط while i was sleeping بينما انا كنت نايم ده الماضي المستمر while i was sleeping وانا نايم the thief entered الحرامي دخل while i was sleeping وانا نايم the thief entered الحرامي دخل يبقى هنا past continuous ماضي مستمر past simple ماضي بسيط while they is based football وهم بلعبوا كورة علي prokis league اتقصت رجل انا عايز ده الشطرة انا تعمدت يا ابني ما جيبش اختيارات هنا عاشفك انت هتعرف تختار ولا لا واحد بقول لك while they football بينما هم بلعبوا كورة هي زي دي تاخد وز ولا where تاخد where طبع while they where وهنا play تبقى playing while they playing football وهم بلعبوا كورة علي قصة رجل يبقى we're playing past continuous ماضي مستمر مستر while جات في النص انت لا تكتب عم يكتب هوق قادي while في النص يا عم هاي هتقول لها مستر بعدها هنا past continuous ماضي مستمر اللي في ing واب لها past simple ماضي بسيط ده while في النص طيح ايه الافكار التركات اني while ممكن يجيب لك الحدثين محدش قطع التاني ماضي مستمر ماضي مستمر اهو while بينما while بينما i was reading وانا عمال اقرى while i was reading وانا عمال اقرى my sister was cooking اختي كانت بتبخ مجاتش جنبي انا عمال اقرى شغال وهي عمال اطبخ حدثين مستمرين في نفس الوقت طيب من الحاجات الجاندة ان while من غير فاعل اي رابط من غير فاعل يا لوجد يا جماعة while من غير فاعل while playing فيش ولا وز ولا while playing وانا بلعب وانا بلعب كده وعد وانا بلعب كده وقعت while playing مفيش فاعل بس هنا بقى لناس المتفوق حتة المتفوقين لو احنا بنقول رانج تليفون رانج ايه مشكلة الجملة ان انا هنا انا اللي عمال اقرأ يعني الفاعل هنا انا انما هنا التليفون هو اللي رانج يبا while i was reading ماينفعش while reading ماينفعش ابنشتغل ليه طب while من غير فاعل ing لان الفاعل مختلف يبا while i was reading طب during يعني اثناء او خلال during يعني اثناء او خلال ودايما كلمة during يجي بعدها during the film اثناء الفيلم he slept during the match اثناء المطش during the journey اثناء الرحلة during our visit اثناء زيارتنا للناس بقى الشطرة during visiting hours اثناء ساعات الزيارة during visiting hour ساعات الزيارة during working hour ساعات العمل يبا خلي بالك during بيجي بعدها نون during the film during the match بختار during when من القواعد في الانجلش يابني اللي ملهاش حاجة ثبتة يعني هنا بص وين دي ممكن تيجي عكس ويل ادي وين post simple ماضي بسيطة هي post continuous ماضي مستمر يعني كده عكس ويل طب ادي لو جات when she called me لما هي ندت علي لما يتصب بي I was doing كنت بعمل الويل طب لو جات في النص ادي post simple ماضي بسيط وادي post continuous ماضي مستمر وفي جملة مشهورة جملة انتحانات بتيجي كتير يا رجال يقول لك what space when I found you كنت بتعمل when I found you لما اتصل بيك what space when I found you كنت ادي وين ودي post symbol ماضي بسيط طبعا R دي مش تبعنا عمرها ما هتيجي مع الماضي ولا R دي انما هنا what were you doing كنت بتعمل ايه ده كده ماضي مستمر وكلمة اسمها you were doing ده ماضي مستمر بس ده سؤال ده كده سؤال لازم what اجيب هنا الاول فعل مساعد وبعد كده فاعل لازم عكس كنت بتعمل عندي واحدة مهمة واجهة ما اسمها on عندما زي وين بس دايما نيجي بعدها ing بس on meeting لما قبلت علي طيب الباست continuous لما حول بس بجيب وزور بحط حاجة اسمها being وتصريف تاني فيقول لك كيف انت حين بس كده اي بوروت ماي برازر زي كار انا استعارت اي بوروت ماي برازر زي كار ويل اي بوروت ماي برازر زي كار ويل ماين خلي بالك هنا ويل انت عارف انه ويل عايزة بعدها past continuous انت عارف انه عايزة بعدها هنا past continuous ماضي مستمر طيب فيه حاجة اسمها وز ريبير شغال ماشي بس انت انا استرفت عربيت اخويا بينما دي يعني عربيتي هي عربيتي مش بتصلح بينما عربيتي بتتصلح ماضي مستمر بس بس مابني للمجهول ماخلي بالك العربية مش هي اللي بتصلح ما انت لازم تكون مركز اوي هنا لازم توقفي هم التركات زي كده انت عندك ويل طب ويل هنا انت كده عارف ان ويل كده ماضي مستمر بس انت ما جيت فكرت بينما عربيتي يبقى لازم بينما عربيتي بتصلح علي ده وصل بينما العشا خلي بالك بقى ويجيب لك ويقول لك شغال شغال باست كونتين انا عايز بقى الناس الشطرة الناس يا ابني لقد مركز ده بالروحة كده هو البيع في حل الحاجات دي مستار وانت ماشي بروحة كده ولاش بيبخ لا لاش بيطبخ بيطبخ بحاجة اسمها وسبين كوك بيطبخ بصر رجالة انت ابني البص كونتينواز ده يعتبر بس انا بس انا كنت بلعب بس انا كنت بلعب طب الفكرة التانية نومبر تو عندنا في الافكار المشهورة بينما انا كنت في اجازة قابلت علي ميستر دي يعني دي سهلة ميستر لا لا دي مباشرة ميستر فين بقى قولك لا باشا انت احول طب ليه ميستر ميستر ايه ويدني فيه في الانجلش افعال الافعالك ما ينفعش تيجي مستمر عارف انت افعال المشاعر كلمة love وكلمة هيت افعال التفكير افعال الحواس في افعال كده معينة منهم الافعال دي ما بتجيش خالص خلي بقى دي مهمة الفكرة دي مهمة يعني اقول لك مثلا بينما هي ويقول لك عندك هنا لو انت طالب مش عارف الفكرة دي هتقول لي ايه تمشي بالشبه حتختاره انا عندي هنا مستر يبدو كلمة سيمي يعني يبدو ما بتجيش مستمر يبقى الوائل شي سيمي باسم طيب لما كنا في اسكندرية لما كنا طيب لما كنا في اسكندرية كنت بعمل في البحر كل يوم برضو جملة صعبة عارف صعبة ليه منت لازم تفهم يبني ليه جملة ليه تريكات ليه بنرقامها الطبيعي الناس هتشوف هيه الناس هتشوف ويني وشاب بعدها ماضي بسيط اي حد هتديله الجملة دي هيختاره اي حد او ملاقه وين يختار باست كنتينوس كنت بعمل في البحر كل يوم باست هبت عادة في الماضي حدناها كل يوم كنت بعمل يبقى سوام يبقى سوام دي معناها يبني عادة في الماضي طيب احنا كده خلصنا الباست سيمبل والباست كنتينوس اللي هو part 1 في unit 1 في المؤسكر بتاعنا بتاع مراجعة التيرمي الاولين محتاج بقى بسرعة كده خامس زائجة نحل هو خاملك في جزء كامل فيديو كامل حل هجيب لك حل كتير جدا هفكرة بس برضو نسخم دلوقتي كده مع بعض يلا رجال I was reading a book when you space me last night مستر وين ممتاز I was reading a book باست كنتينوس كنت عملا قرى الكتاب when you found me باست سيمبل نبي كانت نبي وين باستي سمي؟ قد لها باستي فنتي راسي اي دينت انسر زفون بكوز اي سبيت خليس سايلينها اي دينت انسر زفون ليه؟ ايو لا كنت بصلي ايو ايو كنت بصلي ايو كنت بصلي خش رأيس علي بعد زي اسبيس ميوزيك ويل زي الماثر ويس كوكين اه مستر هاقف هنا ليه ما قويل هي مستر قعدت ويل وجاي بعدها الباستي كنتين واسا هو حاجتين بقى هل هم الاتنين مستمرين ولا حد قطع التاني هم كانوا بيسمعوا موسيقى في نفس الوقت يبقى زي وير لسننج لينتين شغالين في نفس الوقت اسباس مي السليب اسناء نومي during مي السليب اسناء نومي يبقى during مي السليب ساموان نوكد انسى دور يلا رايز بسرعة ويس بيس بيس ان انتريستنج فيلم بصمه شاطر ادامة طلب شاطر حط خطت احت الكلمة دي تعف انه واكد مركز حاجة اسمها كيورسي يابني احنا مستر وي واتشت ان انتريستنج فيلم أعاد في الماضي لما كنا في أجازة أنا أعود بست سنبل زيزبيز أتنسة لأعود أماماً محضروش، ديدن تأتنس بست سنبل ، أد المصدر، يبان عيز ديدن زي كامتو مايبارسي ريبارسي، يبان عيز ديدن هم جوموا دوني، يبان جيدوا بست سنبل ده هو كان بيتكلم سؤال في الماضي عندنا بص أحداث متلاحظة لما كان في عجازة عادة في الماضي بص الجمهة بأنهزة القرار وعايز الأفكار القرار مرة واثنين عشان تحفظها يبقى لما كان في عجازة تعمل بلايد بست سيمبل عشان everyday المنزل ده المنزل ده المنزل ده ايضا مستر ايضا مستر ايضا مستر ايضا مستر ايضا مستر ايضا مستر يبقى كيلد عشان فيه last night اهيه كلمة دلة يبقى كيلد if only i space in china today ياريتني كنت في الصيني النهارده ماضي غير حقيقي unreal past واحد يتمنى وان حتة جنب ساعد شوف هنا today بتدل على present انا اختار past ياريتني كنت طب مستو مش ايضا مستوى ده العادي في unreal past تاخد where عادي زي if i wear you يبقى ريتني i wear it's time جاء زي السنفات في المتحال it's time unreal past يبقى we went اختار past my sister used to get up late يزدي تو كاب بتعوين طب ناو دلوقتي لا تخلص بطاعة مستر now she doesn't عشان present now she doesn't when i was when i went on holiday i always a lot of photographs برضو عادة في الماضي عمت القرار معايا i took past simple when my brother was young he football every day عادة في الماضي played past simple عادة في الماضي when the telephone rang اذا لما التلفون ران they sped the match هما كانوا بيتفرجوا كاعدة وين يبقى they were watching past continuous he sped the tree وين ادي بوس وين ودي past simple يبقى he was climbing past continuous the space for England am our past ago حلتلي الجملة احلى حاجة الحاجات بص الطالب المصري يموت هوا في الجودة لو شفت دي اختار دي ها ولا بقى حد يقول له فكر ولا تركي past continuous يبقى they lift past simple on ing on watching ing they saw the fighting people while هو الطبيعي ان while تاخد past continuous بس هنا مفيش فاعل يبقى while driving ing how did he نفسي كام احنا ونا طالب احوال mister yesterday when اخرب بيتك لا mister yesterday يا ابني دا سؤال في dead عايزة infinitive you go my sister my sister by the room while i was making tea يبقى my sister was cleaning while i was making tea the first map اول خريطة اترسمت يبقى اول خريطة جماعة وزروا بس وزروا he's based the guitar when i saw him he was playing past the continuous while she was cooking بينما هي بتبخ her sister is based on work while she was cooking past the continuous اختها كانت was doing homework يبقى احنا كده رايش زبطنا الدنيا انا شاف ان part one في unit one الدنيا الزبطت في جامل ترحنا grammar قلنا التركات حللنا كتير خلي بالك لسه هنكمل part two اللي هو بيت grammar لسه فيه الفوكاب واهم حاجة عندي الجزء الاخير في المعسكر او اليوم الاولاني في المعسكر تدريبات وحل هتلاقي في مذكرة فيها حل كتير جدا جدا تقدر ان انت تحلها الاول وترجع تتفرج على فيديو الحل فارب يا جماعة تكون استفدتوا من المعسكر بتاعنا ده ان شاء الله هلميلك الدنيا معسكر مراجعة الترمي الاول مع مستر محمد ديب ربنا وفاقكم ان شاء الله كنصان طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزكر الجالة او باركو ايه اي رب يكونوا كويسين نكمل مع بعض معسكر مراجعة الترمي الاول مع مستر محمد ديب نهيسا مكملين في اليوم الاول هنكمل يونيت 1 كنا اخذنا في الجزء الاول من الفيديو ده اللي هو الماضي البسيط والماضي المستمر فاضلينا ايه في يونيت 1 الشباب المضارع التام والمضارع التام المستمر ما تنساش ان المضارع التام موجود عندك في يونيت 7 يعني انت بتراجع دلوقتي هو يونيت 1 وفي نفس الوقت بتراجع يونيت 7 فدي مصلحة الصراحة اللي اتنين موجودين في نفس الوقت طبعا نسمي لها كده رجالة طبعا احنا عندنا المضارع التام بيكون من has or have بلاس الباس بارتسول ادي has ودي have ودي التصريفي التالت مع الهي والشي والإت مع المفرد هناخد has مع الاي والوي واليو والزي هناخد هان I have just closed the door لسه حالا نقفل الباب I have just closed the door ده مضارع التام مضارع التام حاجة يا جماعة ادي has or have وتصريف تام سهل تكونوا سهل استخداماته لازل توقفهم الزمن ما فيه مضارع بسيط وفيه مضارع مستمر وفيه مضارع تام وفيه مضارع تام وفيه مضارع تام مستمر فالمضارع التام مثلا بيعبر عن حدث تم تم يعني خلص بس خلص منذ وقت قصير لو انت عندك حاجة لسه خلصانة انا الباب ده مفتوح ولك رايس امي افل الباب مستر قفلت الباب اقولها ازاي اقوله جدا اقولك I have just closed the door لسه حالا I have just closed the door لسه حالا نقفل الباب طيب المضارع التام بيعبر عن حدث بدأ في الماضي ولازال مستمر حاجة بدأت في الماضي ولسه مكمل انا دلوقتي بسألك انت عايش هنا في القاهرة بالك اديه والله مستر انا عايش بالي عشر سنين خليبات لو انت فكرت انت بدأت من عشر سنين ولسه مكمل لسه موجود فتقول I have lived I have lived in Cairo for 10 years انا عايش في القاهرة بالي عشر سنين ادي انا قلت يا رجالة I have lived انا عايش بالي عشر سنين يبقى انت لسه موجود في القاهرة يعني انت بدأت من عشر سنين لسه مكمل امان لو جي واحد قال I lived بس انا عشت في القاهرة عشر سنين lived دي معناها حدث وقع وانتهى دي ماضي يعني الراجل ده ساب القاهرة وعزل وراحت تتنى فالكلام ده يفري معانا في الامتحاد وانت بتقرأ اي جملة وانت بترجمها هل الراجل ده لسه مكمل فيها ولا سابها تخلي بالك اهو the space in Alex for seven years عاشوا في اسكندرية سبع سنين لازم اكمل بص بقى now دلوقتي they live in aswan عايشين في اسوان لا يعني هما كده سابوها صح يبقى قول هنا they بص كده lived ليه لان هما عايشوا في اسكندرية سبع سنين ودوقتي سابوها راحوا اسوان طيب the space in Alex for seven years عايشين في اسكندرية سبع سنين وزي still ما زالوا live zero عايشين هناك لسه عايشين فيها يبقى they have lived هده ما لسه عايشين فيها يبقى they have lived مضارع يبقى لازم نركز هل الحدث ده انتهى ولا ما انتهاش يبقى لسه عايشين فيها have lived انت راجل في تالت سنة ودلوقتي انا بادرس انجلش بقى ليه عاشر سنين تقول i have studied طب ليه قلت i have studied لسه بدرس هل بدأت من كجوان وليسه بدرس يبقى i have studied my father is based in this company for ten years والدي اشتغل في هذه الشركة عشر سنين ما عرفش بقى لغاية كده انا معرفش حل هل هو مكمل ولا سابها عشان اعرف اختار لازم اكمل الجملة لازم يحطيه حتة زيادة he likes his job هو بيحب وظيفته انا عايزك تبقى ذاكي انا عايزك تبقى فاهم هو ليه ضاف دي والدي اشتغل عشر سنين وهو بيحب وظيفته يعني هو لسه مكمل فيها يبقى my father has worked اشتغل في هذه الشركة ولسه مكمل انما my father is based in this company for ten years and now he is retired متقاعد يبقى my father worked بس اشتغل في الشركة دي وطلع على المعاش دلوقتي متقاعد يبقى working بس طيب المدارع التام حدث وقع في الماضي حدث وقع في الماضي ولازال اثره موجود انا ممكن يا ابني اجيب لك حاجة خلصة بقى في الماضي بس هي مشكلتها ان ليها اثر دلوقتي انا خلقت برا الحصة لقيت دلوقتي The streets are with الشوارع مبتلة فلما اقول ليه السبب اتهازرين دمطرت مدارع تام لان الحاجة دي ليها اثر يعني حاجة واقعت في الماضي بس اثرها موجود ايه اللي خلى الشوارع مبتلة عشان اتهازرين فانت وانت بتحل معاه في الانتحان ايه جملة يقول لك ايه I can't call my parents انا مش عارف اتصل بوالدية خلي بالك رايس كانت ده مدارع انا ليه مش عارف اتصل بهم I space my phone ضيعت التليفون تختار I have lost اللي خلاني انا مش عارف اتصل بوالدية اصلا I have lost my phone علي can't play football علي مش عارف يلعب كورة برضو مدارع ليه عشان هو has broken قصر رجله مدارع اعتما رجالة has broken his leg اتقصرت رجله I can't open the door مش عارف افتح الباب ليه عشان I have lost زكي ضيعت المفتاح كل الجمل دي بختار مدارع فيش كلمة دلة وده اللي انا عايزك توصل معايا بقى فيه تبقى مركز لان في ازمينة زي قاعدة مثلا ويل ولا زي افتر احكيت يا معا ليها قاعدة يعني الطالب يخش بحام بيلاقي افتر دي بتاعت الماضي التاني بنيها مثلا قاعدة ويل بتاعت الماضي المستمر انما الجمل دي مفيش كلمة دلة ده طالب فاهم ازمينة فاهم فاهم يا ابني ان الراجل ده باسم الراحمر رحيم مش عارف يفتح الباب اصله اضيع المفتاح يعني الحدث ده حصل في الماضي بس اصل رسه موجود I have lost خلي بقى لك بقى للناس الشطرة لو جاء لك I couldn't انا مقدرتش دي ماضي بقى انا مقدرتش افتح الباب عشان تختار I have lost او معرفش اعتصد بيهم لان انا I had اجيب ماضي تاني خلي بالك من حتة دي يا رايس وايه ركز يا ابني جامد جدا مضارع I can't عشان I have lost طب ماضي عشان I had lost طيب اخر استخدام للمضارع التام بسأل واحد عن خبرته اه يا خدا رايس هو انت روحت عسوانه قبل كده هو انت قبني شفت اسد قبل كده وانت اركت اي مجلس اقول له Have you ever seen a lion امرك شفت اسد قبل كده ده اسمه المضارع التام بسأل بالمضارع التام يبقى المضارع التام انا عايزك انت تصحصح وتقول معايا مصلحة بيتكون من اي المضارع التام بيتكون حاجة اسمها has or have has or have ده مضارع التام حدث تم منذ وقت قصير لسه حالا نقفل الباب I have just closed the door حدث بدأ في الماضي ولسه مستمر احنا موجودين في القاهرة ولسه مكملين فيها I have lived حدث وقع في الماضي بس اثره موجود او لما اسأل واحد عن خبرته طيب ايه اشهر الكيووردس الكلمات الدلة بسم الله just already just يعني حالا already يعني بالفعل عارفينهم طبعا ever و never ever من قبل never يعني ابدا yet يعني حتى الان since يعني منذ for four يعني لمدة lately مؤخرا recently حديثا خلي بالفعل كلام ده مهم جدا just already ever و never yet and since so forth قلتني و recently في حاجة بقى اسمها so far حتى الان اللي باللحمر ده ملهوش شرح بس لحة الطالب يموت في الجودة اللي هو ايه لو شفته اختار مضارعتين بس كده عام شفته سوق اختار مضارعتين الطالب زي ما قلتنك بيحب الجودة ليه هو بحب شوف دي اختار دي انا دخلت علي is based for film so far علي تفرج على اربع افلام حتى الان mister ما تكتبش اختيارات ما فيه حتى الان علي has watched علي تفرج على اربع افلام حتى الان has watched مش محتاج كلمة ده الا لا محتاج اصلا حاجة محتاج اختيارات اربع افلام so far has watched it's the first time ده اول مرة ماشي كلمة ده مونه is based as one يبقى مونه has visited it's the first time ده اول مرة مونه has visited ده مضارعتين حتى المتفوقين لو جاء الي it's the first time for مونه اوه دي مشكلة بقا it's the first time ده اول مرة for مونه لو قالك it's the first time for مونه is based as one هنا مش اختار مضارعتين لو حط فور تختار حاجة اسمها تو فيزيت تو فيزيت أسوان فخلي بالك من الكلام ده ده أول مرة فور مونة تو فيزيت ده كده الكلمات دي مين بقى اللي بشرح اللي هو جاستو الريدي ناخدها بالترتيبة رئيس جاستو الريدي قال لك الله رئيس أنا يهميني جاستو الريدي ما كانها فين في الجملة هو في النص I have just closed the door جات في النص بين هاستو هاستو تصفتين I have already closed the door هتقول مثلا مينفعش بقى جو المصرين بتاعنا الحلمانتيش ده بدل ما أقول I have just أقول I just have that I have just closed the door I have already closed the door فدايما جاستو الريدي ما كانهم فين في النص بين مين بين هاستو هاستو متصفتين ما عاد أقول لها واحدة واحدة كتب جنبها هام الحق رئيس هام ليه بقى هام مختلفة لو لقيت واحد بيسأل سؤال باستغراب Have you finished your work أو أنت خلصت شغلك You are very fast أنت سريح أوي خلي بالك في مشكلة في الجملة دي 90% من الطلبة ده سؤال هو لما بيلاقي نقط في آخر السؤال بيختار يت ومتعودت عمره من صغره أن في آخر السؤال هي هو هو مش بيسأل سؤال عادي هو مستغراب إذا هو أنت خلصت شغلك بالفعل ده أنت سريع قوي فالسؤال الاستغرابي ده هو أنت خلصت already بالفعل فهتخلي بالك رئيس لما تلاقي يبني جملة عندما جميع ركز في الكلام ده لما تلاقي رئيس جملة عندنا في سؤال بس السؤال ده باستغراب Have you finished your work وأنت خلصت شغلك بجد You are very fast يبقى تختار already طيب Ever و Never دائما ever تيجي في السؤال Have you ever traveled to a swan ده سؤال جبتي ever في النص كده Have you ever traveled to a swan لو أنت سفرت هتقول yes طيب قلت no No I have never traveled to a swan يبقى ever في السؤال و Never في النفي و Never بتنفي الجملة يعني أنا أقول No I haven't أو No I have never traveled to a swan طيب في جملة بقى تيجي في الصفات يقول لك I have never met عمري ما قابلت جملة منفية I have never met a clever boy like عمر Mr. أنا عمري ما شفت ولا الشاطر زي عمر I have never في الأول Never عارف ده معناه معناه أن عمر هو The cleverest boy أشتر ولد I have ever met أنا قابلته مدام عمري ما شفت ولا الشاطر زي عمر يبقى عمري ده هو The cleverest boy أشتر ولد I have ever met أنا قابلته فلو جاء لك فلو جاء لك في انتحان يقول لك This is the most exciting film هو ده أكتر فيلم شيء I have وجاب لك نقط هنا هو بيجي كده يجيب لك صفة من الدرجة التالتة The most exciting The cleverest هو أشتر أو أكتر فيلم شيء I have ever أختار ever في الأخ يبقى ever في السؤال و never في النفي مع عدد جملة اللي فيها الصفات هو ده The cleverest boy I have ever met طبعا ممسكوا لها عرف هيت تيجي فيه وجب تعالي الصغائي يقول لك هيت آه في آخر الجملة المنفية hasn't arrived yet أو آخر السؤال يعني آخر الجملة المنفية وآخر السؤال فيه زيها lately or recently في آخر الجملة بس lately or recently جملة منفية جملة مثبتة بي فلو قال لك We have visited them إحنا زرناهم ويجيب لك نوات كده هل هنا ينفع يت تقول لك دي مثبتة إحنا زرناهم تختار لتلي مؤخرا أو رسم طيب بصر الجالة أنت تلاقي يا ابني عندك الدرس ده في unit 1 و unit 7 هو مركز على sense و 4 يعني تقريبا الشغل كله هي sense و 4 إلي بيجي مع sense وإلي بيجي مع فور أنت راجل في سنوية عامة من وإنت في خمسة بفتدائي بتاخد sense و 4 وبردو تنساه لأ أحسين بقى نسهمش بقى مستر بروحة كده أنا مشوفتش عليه ده since 1995 25 يبقى أنا أقول له مستر زي الشاطر كده لو لقيت أي تاريخ 1995 2010 أي تاريخ أختار sense since إبريو since أي اسم شهر ياخد sense since Friday Monday أيام الأسبوع تاخد sense since last week last month last year أي حاجة فيها last مع أي حاجة since since morning منذ الصباح since afternoon إبقى أجزاء اليوم التلاتة تاخد sense since summer since winter إبقى فصول السنة للأربعة تاخد sense since three o'clock من الساعة ثلاثة since يسطر منذ أمس since يسطر من ساعتها من وقتها يعني مستر يا ابني إحنا كنا في سكندرية مستر I haven't seen علي since ما شفتش علي من ساعتها since the age of من عمر كم سنة خمسة سبعة تماني أي عقل since arrival since childhood منذ طفولة since زور منذ الحرب ركز كم ده التواريخ أسامي الشهور أيام الأسبوع أي حاجة فيها لصت أجزاء اليوم فصول السنة كل ده ياخد sense حاجات بقى الجامدة جدا بتاعت النظام الجديد sense three years ago يا أنا عربي كارسة دي عايز واحد شاطر لأن كلمة three years ثلاث سنين دي فترة محددة فهو لما حطي لك ago من ساعة آخر فيلم طرميس طبش أنت قلت لصت بس هي اللي بتيجي مع sense وناخد زا لصت مع فور قال لك دي مع الحاجات الزمنية يعني كلمة ويك ومانس وير الحاجات الزمنية فيها لصت وفيها تحت زا لصت مع sense وزا لصت مع فور إنما ريس زا لصت فيلم زا لصت طيب في كلمة اسمها لو جالك بتيجي مع sense يبقى بصي لرئيس الحت دي جامد قوي تواريخ شهور أيام لصت أجزاء اليوم فصول سنة دي زا بياخد sense أمال الغلبانة اللي اسمها فور لمدة فترة محددة لازم يجيب لك فترة بص بقى لإيه فريير بقى سنة ثلاث سنين أي رقم طيب سرير زنا خلي بقى هناك sense سرير زاغو عندما سرير زنا معفو فور ويك اسبو ويك من 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 دي سري دي من 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 سا سا ل سا 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 ل سا ل سا ل سا ل هناك 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 كلوك فور ل ل ل فترة طويلة فترة كصيرة لمتفوقين بقى فور as long as I can remember فور وعي اللي بورها برضو يا جماعة بتيجي فور حاجات دي تاخد فور ودي as long as I can remember على قد ما في كرة يبقى تخلي بالك سنة ثالثة من اهم الحاجات يا ابني الموجودة في الانجليش من اهم الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك من طيب يضحك عليك مستر ده تاريخ ناخد سنس ده حك عليك ليه مستر لك بيكيم ده مش مدار اعتمع يا رئيس ده ماضي منفحش ولا سنس ولا فور ده اصبح طبيب ان في 2015 ما تجيش وعارف ان انت هتسيب الجملة وهتجري على التاريخ هيسيب الجملة جملة صعبة موجودة في كتاب الورك بوك مهمة جدا ايسو علي شفت علي لاست ويكي الاسبوع اللي فات مش ايس بيس هم سنس انا ما كنتش شفته منذ 2015 خلي بالك اي حد هيشوف الجملة دي ويلاقي فيها سنس هيختار هنا هازنت او هفنت سيد بس انت مشكلتك ان الجملة الليقول كاتماضي خلاص انا شفته خلاص الاسبوع اللي فات قبلها بقى قبلها ده ماضي تام مالحلال شفته يبقى قبلها ده ماضي تام فدي تركيه صعبة لو جاب لي الجملة الاولى ماضي انا شفت علي طب قبلها ايهاد تسين كان ده صعب يا جماعة كان ده لو جيت انت حان سنويا يا عم هتبقى الجمل اللي الناس كيف حلقة غلق انا لو جيت سنويا يا عم وقلت الواحد تعال يا ابني ادي لأي حد بصحابك قوله وين اي سو علي انا لما شفت علي مكانش يخلص شغله حتى اهي اقوله كده هازن تفينشت اهي هازن تفينشت ولا هادن تفينشت ها حل يا عم الجملة دي انا بقولك لو ديتها لتسعين في المئة من الطلبة مستر يا محتاجة تفكير مستر ده فيها يتة هاي ده خلصانة ده خلصانة مخلصة ده هو هازن تفين غلط يا عم يا مستر مش يت مضارع تمن في ماشي ماشي مضارع تمن في صح يا رايس ما تحصبش بس هنا في مين يا عم في ماضي انا شفته خلاص شفته لما شفته ما كانش خلص قبلها يبقى هادن تفينشت يبقى جمل صعبة وجمل تركات بس انا مضارش هصيف لك حاجة لازم اقول لك كل التركات طيب since بتسوي because بمعنى بسبب وبتسوي as عندنا في انجل شاب نفي ثلاثة بمعنى بسبب because as since you can answer all the question is this you are so clever انت ممكن تحلي كل الاسئلة بسبب since you are so clever بسبب ان انت شطر طيب have you seen علي وانت شفت علي ده مضارع تام قال له yes I space him two months ago شفته من ساعتين or two hours ago في ناس عارفة دايما متعودة ان دايما يا رجالة السؤال have you seen ده مضارع تام يبقى الاجابة زي السؤال يختار have seen ايه تجاب لي في الاجابة كلمة مختلف وانت شفت علي ده مضارع تام ماشي قال له ايونا شفته ago او يستر دي يبقى سوق ماشي عشان فيه ago sense ديها قاعدة ايوه هتنسى قاعدة sense sense قبلها present perfect مضارع تام قبلها هزو هزو ده قبلها طب بعدها ده بصد سيمبل ماضي بسيط جيبه دايما بعد sense بس كده i haven't met him انا ما قابلتوش since he went توقسوا since he went بس بعد sense ماضي بسيط لو جابها في الاول هقول sense i started ماضي بسيطة هو من ساعة ما بدأت عيش هنا i have worked انا شغال في كذا فدي سمع قاعدة sense جابها في النص يبقى قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط لو جابها في الاول ماضي بسيط اهو مضارع تام من اهم القواعد الرجالة حاجة اسمها it's الفترة since ماضي بسيط it's a long time since i met him it's الفترة since it's a long time it's five years since i واجيب هنا حتى كلمة last عشان اكيدلك ان هي ماضي بسيط يبقى met him time the last time اخر مرة i met him who's five years ago اخر مرة قبلته كان من خمس سنين فتو has gone رح لمكان ومرجعش علي isn't here علي مش هنا he has gone to Alex رح اسكندرية has gone دي معناها ان هو رح ومرجعش عشكده قلنا has gone بص اي واحدة gone has gone اهي بص شاف دي كده ساهم واحد يعني هو رح مرجعش هو مش هنا هو رح اسكندرية has gone انما has been رح ورجع بص فيها ساهمين رح ورجع has been he came back يستر دي هو رجع انبارة اصل هو has been والكس هو كان في اسكندرية يبا واحد رح مكان ومرجعش has gone رح ورجع has been دي بقى خلي بالك ده اللي مشهور جدا والدي مش هنا رح اسوان has gone الوقت رايس ركز على الوقت رايس وصحصح has gone رح اسوان طب رح ورجع انتبه يا ابني وركز رح ورجع has been واحد رح مكان ومرجعش has gone رح ورجع has been في حاجة بقى جديدة لو جال لك his space Alex for two weeks هو موجود في اسكندرية بله اسبوعين ولسه هيرجع للشهر الجاني فلو جاب لك مكان هو موجود في اسكندرية وجاب لك بعدها فترة has been in موجود في اسكندرية لمدة اسبوعين فتخلي بالك من دي يا جماعة دي جديدة طب رح ورجع بنشرح has gone to has been to طب رح ورجع كده اول مرة بقى نزود has been in موجود في اسكندرية الباسف بتاعه has been has been وتصريف ثالث been على طب فاكتوريز كثير من المصانع it been have been built it been in مصانع كثير it been for must have been been in in يبقى المضارع التام رئيس المضارع التام من الحاجات السهلة موجودة في يونيت ون موجودة في يونيت سيفن فبالنسبة لنا درس متعاد كتير وافكاره وتركاته والدنيا سهلة وعندنا ان شاء الله مفيش في مشاكل هو ليه تكملة حتة كده صغيرة اسمها the present perfect continuous tense present perfect continuous tense مضارع تام مستمر has وhave بردو بس هنضيف معهم كلمة اسمها pin والverb ING مضارع تام مستمر has وhave pin الverb ING حدث بدأ في الماضي واستغرق فترة ولزال مستمر انت جبت الكتب وعدت على الترابيس وعملت زاكر ساعة ساعتين ثلاثة ايه وما خرجتش الف منطق تزهرت الحمد لله ده ابني بيذاكر بقاله ثلاث ساعات دلوقتي هتقول كده my son ابني او انا I have been studying انا بذاكر four three hours now انا بذاكر دلوقتي بقالي ثلاث ساعات مخلصتش يعني الجملة دي معناها I have been studying مضارع تام مستمر انا بذاكر بقى ثلاث ساعات ناو لغاية دلوقتي المضارع التام المستمر لاستخدام تاني ايه هو رئيس ايه الاستخدام التاني بيدي سبب لفعل في المضارع انا دلوقتي I am tired انا تعبين ده مضارع ايه السبب I have been running اصلا انا كنت مجري فلو لقيت في الامتحان جملة مضارع واحد بيقول لك my hands ايدي are dirty متسخة خلي بقى رئيس ايدي مالها are dirty متسخة دي كده مضارع بيش بسم الله طب ليه بقى عشان انا I have been cleaning za garage اصلا انا كنت عمال انظف في الجراش يبقى الجملة الاولى مضارع والتانية بتقولي السبب have been cleaning za garage طيب ببقى ده المضارع التاني كده استخدامين طيب ايه اشهر الكيورد دي الخاصة بيه كلمة اسمها all تيجي معها حاجة زمنية all day all week all afternoon all evening فهم او فيه حاجة اسمها for الفترة now for الفترة now كل الكلام ده يا شباب over the last few months دايما المضارع التان بيجي مع الكلمات دي بصوا فيه مشكلة في المضارع التان هو فيه كلمات خاصة بيه لما لاقي كلمة مثلا it is based all day بتمطر طول اليوم خلاص هو جاب لي all day يبقى زم قول has been raining ده هي بتمطر طول اليوم has been raining مضارع التان مستمر جاب لي for الفترة now هاختاره انا مشكلتي في سن سفور انا مشكلتي يا ابني انه ما بييبلي جملة ويحطي لي ابني زي سن سفور لان سن سفور بيجي مع المضارع التام والمضارع التام المستمر فاي قولي مسلا the boys is based in the street الاولاد بلعبوا في الشارع الاولاد بلعبوا في الشارع for بقالهم for two hours بقالهم ساعتين هي دي المشكلة انه هو اجيب لك for طبعا بقال مش عافي اختار محسين السفور بيجي مع الاتنين لازم يزود لك يقول لك بوش كده they haven't they haven't finished yet ولسه ما خلصوش لغاية دلوقتي الاولاد بلعبوا بقالهم ساعتين ولسه ما خلصوش لغاية دلوقتي معنى ان هما بلعبوا ساعتين ولسه ما خلصوش يبقى the boys have been playing have been playing بلعبوا بقالهم ساعتين الاولاد بلعبوا بقالهم ساعتين ولسه ما خلصوش يبقى have been playing ادامة لسه ما خلصوش طيب في حاجات بقى مهمة لازم تعرفها لو جاب لك في الجملة عدد هبوس طمعته بيقول لك دايما فيها فعال ما بتستغرقش وقت في حدوثها يعني مثلا has joined التحق مش تيجي بقى اللوتوبيس has stopped توقف حاجات دي هتيجي بمضارع تام مش هتيجي بمضارع تام مستمر لو جاب لك في الجملة عدد مرات حدوث الفعل البنت مونة دي بعتت 3 اميلات يبقى has sent قدما جاب لك عدد مرات حدوث الفعل يعني الحاجة حصلت كم مرة ما جيبش مستمر مونة بعتت 3 اميلات has sent انا شربت 5 كوبات قهوة has drunk افعال المشاعر والحواس والتفكير والادراك ما بتجيش مستمر I have known يارا انا اعرف يارا since فين يا جماعة كلمة يعرف ما تجيش مستمر نحن نمتلك هزي السيارة we have had نجيب مضارع تام ما نجيبش مستمر طيب دخل لبالك من الحاجات المهمة اللي مونة نحل ونشوف الدنيا هتمشي زي رايس اشرب بنا يا كم I haven't seen an action film انا ما شفتش فيلم اكشن 3 years ago داس بحط خط تحت هي 3 years فترة محددة بس اجو يبقى since 3 years ago داليا has practiced her hobby a long time يبقى for a long time reham some ancient signs recently يبقى has visited كلمة دلا they space do it they you see هما راحوا امريكا they are in كايرو ناو ورجعوا القاهرة دلوقتي يبقى they have been have been راحوا ورجعوا my father retired والدي تقاعد خلاص طلعوا المعاش he is based as a teacher for the 36 years زيبا ووركت بس ماضي شوه تقاعد مش شكرا عافلا وكنسا مكمل كنون has worked the writer is based his book yet مستر ما يخلصانا بقى مهيت دي hasn't finished مضارع تام منفي hasn't finished سامير وناجي friendess ors live زيبا have been مضارع تام طلحاته him is based we join ده مضارع تام وده past simple ماضي بسيط يبقى since we join noha has cleaned her room it looks like now لسه حالا لسه already بالفعل خلاص من الضفة الغرفة عادل from university in in the ماضي مش مضارع تام يبقى graduated عشان دي جماعة فيها in طيب يبقى احنا كده بالنسبة للتدريبات بالنسبة رجالة للgrammar بتاع unit 1 خلص يعني اللي خاصين بالgrammar 4 ازمنة خلصوا يبقى انت كده فاضلك في اليوم الاولاني فاضلك الفوكاب نرى الفوكاب ولو فيه اي حاجة عليها لقولها وبعد كده الجزء الاخير اللي هو الحل يبقى انت كده خلصت اليوم الاول في الماسك فيا رب ده يا جماعة تكونوا استفدتوا ركزوا يا ابني في الاجزاء اللي جاية ان شاء الله تكون حاجة مهمة بالنسبة لكم يا رئيس ان شاء الله يا جماعة ربنا يكريمكم ان شاء الله وربنا يوفقكم ان شاء الله واشوفكم فيه فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذكر يا رجال او باركو ايه فيديو جديد في معسكر مراجعة الترم الاول مع مستر محمد دي النهاردة عندنا تكملة اليوم الاول في المعسكر بتاعنا الجزء الخاص بيه طيب احنا بالنسبة ل عنوانها read all about it ده عنوان فيه طبعا كلمات مهمة جدا زي كلمة اسمها version يعني نسخة كلمة تجمعها version يعني نسخة من حاجة بتاع الكلام دي مشهورة ولو انت طبعا انت يقول لك مثلا الحاجة دي بسم الله version يعني نسخة يقول لك مثلا ده the last version اخر نسخة من الكتاب ده في كلمة اسمها persuasive مقنعة persuasive مقنعة persuasive السي اللي هو لما يكون مثلا مقال مقنعة في عندنا persuasive السي جاء من فرل باسمه persuد يقنع الفيرب بجمع pursuit يعني يب طب affairs يعني شؤون اسمها affairs شؤون lecture محاضرة يتيجي محاضرة بمعنى وتيجي بمعنى يحاضر يعني واحد يدي محاضرة برضو lecture المحاضر نفسه ازود لها or lecture يعني محاضر report يعني تقرير وتيجي verb بمعنى يبلغ يبلغ event يعني حدث وفيه كلمة مشروعة جدا في الترجمة يقولك current events الاحداث الجارية current events يعني الاحداث الجارية تخفف القلب سنة بس كده يبقى current events الاحداث الجارية review يعني مقالة نقضية عمف انت بتكتب يقولك احنا نخش على الموكب ونعن نكتب رأينا في الحاجة دي review نشوف identify يتعرف على فيه كلمة من ناس اسمها identity identity اللي هي الهوية الهوية حتى فيه بتاعك اللي هي الهوية القومية بتاعتك buy يعني تحيص skills مهارات يبالغ في حاجة description يعني وصف وطبعا describe يعني يصف tabloid صحيفة شعبية فيه صحف كده العفلة بتعتمد على القصارة والصور الكتير وبتاع صحيفة صغيرة كده فيها الوان كتير اسمها tabloid come out يصدر come out يصدر كتاب يصدر مجلة وفيه طبعا كلمة اسمها publish ينشر بس ينشر دي بتيجي بقى passive يعني يقولك مثلا the first book اول كتاب لي was published نشر was published ممكن بقول اول كتاب came out صدر على طول مقولش باسف publish يعني ينشر اهي demand يعني يطالب ريون دي يعني يدمر حاجة يوزيها فيه عندي هنا headlines عنوين رئيسية طحنا ديه كمة عنوان كذا حاجة فيه يعني لقب او عنوان لقب title يا جماعة عنوان كتاب title كتاب وبرضو كلمة مستر علي ده title فيه address عنوان second يا جماعة address عنوان second وفيه headlines بروتشيد يعني صحيفة واسعة الانتشار صحيفة رسمية صحيفة رسمية اسمها بروتشيد على ورقة كبيرة article يعني مقال مقال طبعا فيه مقال اللي حم نكتبه في الامتحان عندما مقال فيه article community مجتمع ما فيه society مجتمع مجتمع كبير مجتمع المصري فيه فئة مختلفة إنما لما كنت نشبه بعض يقول لك community هنا fact حقائق support يعني دعم citizen miss lead يعني يضلل هو فيه lead طبعا يقود lead to يقدي إلي أو يقود miss lead يضلل هي miss دي بتدي عكس الكلمة يعني مثلا use يستخدم miss use يستخدم behavior يعني يتصرف جاي منها behavior strict يعني صارم occasion مناسبة illegal غير شرعي أو غير قانوني اسمها شباب illegal investigator اللي بيعمل تحريات اللي بيعمل investigate بيتحرع عن حاجة scene يعني مشهد جريمة أو مشهد في فيلم piracy carcana مهمة جدا يا جماعة piracy carcana طيب في summarize يلخص الفيرب بدأت لاقي في فعلي كتب أو كتب كتب بالزدة أو summarize gist يعني يخمن gist يعني يخمن warning تحذير lawyer محام claim يدعي طيب يعني نوع وتيجي معنا يكتب على كد occur يعني يحدث بتسوي happen كلمة اسمها happen يعني يحدث أو كلمة اسمها take place يعني يحدث برضو risk يعني security يعني الام interview ده المقابلة interview بص بق اللي بيسألك في interview واللي بيعد يسألك ده ده interviewer اللي بيسأل اللي بتسيل ده اسمه interview ده reporter مرسل صحفي eyewitness شهد عين member يعني عضو afford يتحمل تكاليف crime يعني جريمة تاخد do crime أو commit commit يرتكب commit crime يرتكب جريمة criminal مقرم similarity تشابه difference يعني اختلاف بق بق كتب highlight ده مهمة حدث بارز أو يبرز حي cheat يغش مهمة upset ينزعك أو منزعك emotion العاطفي effect يعني تأثير إنما effect يعني يؤثر exist يعني يوجد phrase يعني عبارة accurate يعني دقيق volunteer متطوع abrentis في القصة صبي abrentis ship فترة التدريب المهني court مدان في القصة يخالف 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 القانون كن بنسدي مهمة جدا يعود يدي واحد فلوس شخصية مشهورة معرضات يبا دي شباب الكلمات اللي مهود there are some wonderful in الاهرام weekly this week ايه في جه حاجات جميلة جدا في الاهرام weekly ده اسم صحيفة يبا في articles مقالات is based the crime of legally coming اللي هي جريمة ان انا انسخ حاجة بشكل غير شرعي وابحة يبا دي piracy carcana the teacher is based to know بيطالب انه يعرف للي students were all ليد كلهم اخرين يبا هو not many people مش ناس كتير يا شباب have read my cousin's book مش ناس كتير قالت كتاب ابن عمي عشان هي البنت عمي دي مش لقية ناشر publisher يعني ناشر he wouldn't try to you هو مش هيضللك ده مش اسلوبه هو مش هيحاول ان هو يا جماعة mislead you هو كان ينفع تشيط يغش بس من غير اي دي عشان هنا عايز مصدر the of the newspaper من article printed red طبعا الheadlines بتاع المقالات بتطبع باللون اللحمر the famous journalist writes films reviews مقالات نقضية على الافلال with the expansion of the internet مع توسع في الانترنت space has grown millinamit more يبقى جماعة pirates الكارسان طيب في عندي بقى الإكسبريشنز وحاجات يمعنا ممكن تيجي في الانتحان يعني report يعني event يبلغ عن حدث it's known on saturdays double aged women لاحزوا حد دي مهمة do damage يسبب ضمار أو cause damage at a lower price on business balanced point of view in the middle peer responsibility يتحمل المسئولية expert on وين وقات زيبا الحتة بقى المهمة جدا 10 minute break استراحة لمدة 10 دقايق بص ما قالش 10 minutes ما حطش S دي هناخدها بعد كده ان شاء الله الصفة المركبة بنوصف الاستراحة ان هي المدة 10 دقايق والصفة لا تجمع ما قالش 10 minutes سأقول 10 minutes دي مهمة دي مهمة قوي قوي دي wait ينتظر with pated press بفارغ الصبر واحد ينتظر حاجة بفارغ الصبر اسمها wait with pated press long waited برضو دي مهمة long waited weeding زفاف talent zone plan 2 either or اما أو make a plan play a rule in in a new way put in prison برضو 20 year old student تصفة مركبة ما بتجمعش on this occasion make a lot of money breaking news a news story news agency think of أو think about it dead back central كيرو floor plan أو ground plan angry about it digital version approach it at high speed relay يعتمد على on display معروض كنبلنتو يشكو إله المصدر يشكو من حيات a large sum of money طبعا مرض كنبلنتو get into journalism بروسند كونز مزايا وعيوب المقال الإقناعي keep a secret it's claimed it's claimed you'dah in a dishonest way introduced into illegally copy for this reason encourage somebody يشكو من حياتي يشكو من حياتي المصدر share with emotional effect natural reserve to the full advantage pirated pirated digital companies نسخة مهاقرة نسخة كده مقرسن pass lane break the news print version wait for reports on their matches add the top of the beach ده المشتقات include ضمن جابنا inclusion included pirate pirate croissant piracy ده يا جماعة جدي كلها حفظ ما فهل شرح محتاج ان انت تحفظها برضو الورد الكلمة المراضف في المضاد بتاعها بتحاول ان انت تحفظ الكلام ده عشان ده مهم بالنسبالك عشان يبقى انت كده خلصت الجزء الخاص بالvocab والملحوظات الموجودة على الvocab في unit 1 يبقى احنا كده unit 1 الشباب في المعسكر بتاعنا نزل واد الvocab تضير لك حاجة واحدة بس مذكرة الحل دي هتليعها المنصة تحلها انت الاول وحدك وعلى جروب التليجريام برضو في جروب تليجريام معمول للمعسكر ده وبعد ما تخلص تعمل تفرج على فيديو الحالي يعني ما تحلش الا الاول لما تفرج على الفيديو في رب يا جماعة تكونوا استفدتوا من الشرح ده وركزنا برضو على الكلمات ما تسبناش حاجة فربنا يوفقكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر